حرب طاحنة على إقليم تيجراي ودامت لعامين توقفت بعد الاتفاقية التي توصل إليها كل الحكومتين في بريتوريا جنوب أفريقيا ووفقا للاتفاقية كانت تعمل حكومة تيجراي والحكومة الفدرالية ليخراج المواطنين من الأزمة التي كانوا فيها ولكن ليحدث ذلك على حسب الاتفاقية كان من الضروري إنشاء حكومة انتقالية تحكمها أحزاب متعددة بأفكار ومفاهيم مختلفة ولكن الهدف هو إيقاف المعاناة والأزمة التي لا تزال حتى الآن تضيق عناقى بناء تيجراي وفي الثاني عشر من مارس عام 2023 رشحت اللجنة وحزب جبهة تحليل تيجراي كرئيس للإدارة الإقليمية المؤقتة حيث سيحل محل رئيس حكومة تيجراي السابق الدكتور ديبرسيون قبر ميكائل وفي أيام قليلة من إعلان الحكومة الانتقالية المؤقتة برئاسة كتات شورد وافق مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي على تصديق الحكومة الانتقالية الجديدة وكتات شورد كرئيس للإدارة الإقليمية المؤقتة في تيجراي وفي الخامس من شهر أبريل تم استبدال مجلس الإدارة السابقة برئاسة الدكتور ديبرسيون قبر ميكائل بالحكومة الجديدة وفي مؤتمر الصحفي الذي أقيم في ذلك اليوم أدل رئيس حكومة تيجراي المؤقتة كتات شورد عن خططه خلال فترة ولايته كرئيس لإدارة الإقليمية المؤقتة بأنه بدأ التواصل مع الحكومة الفدرالية تم التواصل إلى اتفاق للإفراج عن المعتقلين السياسيين من أبناء تيجراي والأعضاء السابقين في قوات الدفاع الوطنية الأثيوبي الذين احتجزوا بسبب هويتهم والانتهاكات غير إنسانية التي تلحق بالمدنيين من أبناء تيجراي ومن قبل قوات إقليم أمحر المسلحة التي تجبر المدنيين عن تخلي عن عرقيتهم التابعة لإقليم تيجراي وقال مشيرا عن اتصالات مع الحكومة الأثيوبية تهدف بجهدين لتلبية مطالب الشعب تيجراي ومن بينهم إعطاء الأولوية لاستعادة القدمات التعليمية والطبية وتلبية الاحتياجات في أسرع وقت ممكن نحن نعتقد أنه يجيب الإفراج عن أولئك الذين تم احتجازهم بسبب نظرتهم السياسية وهويتهم من عرقيت تيجراي فهذه الفترة الموقعة بدأنا التواصل مع الحكومة الفدرالية بشأن أولئك الذين تم احتجازهم بعد حرب تيجراي بما في ذلك السجناء السياسيين والأعضاء السابقين في قوات الدفاع الوطني الإثيوبي الذين سيتم إطلاق صراحهم بناء على اتفاقية بريتوريا للسلام شعب تيجراي المتواجد في الجنوب وفي القرب وفي تسلمت لا تستطع تغيير عرقيتهم بتغيير بطاقات هويتهم ولذا يجب أن تتوقف هذه الأعمال وهذه الأعمال تبرهن على استمرار أفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبت في حق شعب تيجراي وأنا أؤمن أن تحل الحكومة الفدرالية هذه المشكلة في وقت قصير الخدمة التعليمية والصحية هي من بين مجالات الخدمة العامة التي تحتاج إلى إعادة استئنافها على الفور نحن نعلم أن مدارسنا قد تم تدميرها ولكننا بحاجة إلى إعادة أطفالنا إلى المدرسة على الفور ونحتاج إلى بدء الدراسة حتى تحت الحضائر لذلك يجب أن تكون مهمتنا الأساسية تحتوي على هذا الشيء وإثر تلك التصريحات والتحديثات زار وفد من حكومة أثيوبية يشمل وزير النقل ونائب وزير خدمات النقل ونائب وزير البنية التحتية وغيرهم العديد وكان في الاجتماع بحضور حضو مجلس وزارة البنية التحتية في تيجراي يألم تسقاي مع أعضاء جمعية البناء والنقل في تيجراي وأعضاء جمعية مكتب البناء والنقل من أجل إعادة بناء البنية التحتية في الإقليم وفي قطاع توفير خدمات وسائل النقل العامة وشاحنات النقل ولا سيما خدمات النقل من إقليم إلى إقليم سوف نعمل مع إقليم عفار وعمهارة من أجل حل المشاكل الأمنية لكي تبدأ خدمات النقل المتعددة وفقا للتنظيمات الفيدرالية الجديدة هناك 12 قوانين تم تأسيسها ونريد أن نطبقها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن وهناك جهات معنية لتنفيذ هذه القوانين وسوف نعطيهم التدريبات اللازمة وفقا للتنظيمات الجديدة للفريق وليس ذلك فقط بل سوف نبذل الجهد لكي يعمل الفريق المتواجد هنا مع فريقنا حتى من بعد اتفاقية السلام التي عقدت لم تبدأ سوى خدمات النقل الجوي ولأن وسائل النقل البري لم تبدأ بشكل صحيح بعد فلا يزال الشعب يعاني حتى الآن وعاقب زيارة وفد الحكومة الأثيوبية للنقل والبناء في اليوم الثاني زار وفد آخر من مؤسسة الأسمدة والزراعة الأثيوبية مدينة مقاله في اجتماع مع موظفيه في تيجراي للنقاش بشأن توفير الأسمدة الزراعية في الإقليم في أسرع وقت ممكن وقال السيد كفلاي أيتا ماريام أنهم يعملون بكل جهدهم حتى تصل كل الأسمدة إلى جميع أنحاء تيجراي نحن عملنا على الأشياء المهمة وتحدثنا مع المؤسسات والجهات المعنية لنفعل ما بوسعنا ونحن الآن سنقوم بتقديم الأتربة والمواد الكيميائية لأجل أن لا يفوت المزارع الوقت الذي يزرعه ويحصده فيه ولذا نحن نفعل هذا لأجل المزارع لأن ينتج وإثر كل تلك الزيارات التي تساهم في إعادة المرافق الأساسية في الإقليم والبنية التحتية زار وفد من الحكومة الأثيوبية إلى مدينة مقلة كان يشمل وزير التعليم الأثيوبي دكتور سامويل كفلاي وزملائه وجاء الوفد لرؤية المراكز والمرافق التعليمية المدمرة التي ألحقت بها بعد عامين من النزاع ومناقشة الخطط لإعادة استئناف الخدمات التعليمية والمدارس المتعددة التي أصبحت الآن ملاجئ للنازحين في تيجراي وطالب الحكومة الأثيوبية على ضرورة إعادة بناء هيكلة البنية التحتية التعليمية وأثناء الاجتماع الذي عقده مع وفد وزارة التعليم الأثيوبي قال الرئيس الإدارة المؤقتة كتات شرد أنه يجب إعادة 2.4 مليون طالب إلى الصفوف الدراسية والتعليمية وأن هذا العمل سيكون واحدا من أهم الأعمال مؤسسات البنية التحتية الشاملة في تيجراي تحتاج إلى أن تبدأ كانت تعليم الأولوية من قبل الحكومة الفيدرالية والإدارة الإقليمية المؤقتة لتيجراي لدينا كل آدات لتحريك القتين والتركيز على الحلول وليس المشاكل اتفقنا أيضا على التخطيط للمستقبل وجمع رأس المال وجعل تقسيم المهام وسنوسع التعليم في جميع أنحاء الأقليم خلق الوسيلة التي سيتمكن فيها حوالي 2.4 مليون شخص العودة إلى المدارس بمفرده يخلق شعورا جيدا فالجميع يريد السلام ولكن نريد أن يستمر السلام ولا يمكننا الحفاظ على البيئة السلام بينما يتم فصل ملايين الأطفال عن الدراسة لمدة أربعة سنوات متتالية والجامعات مليئة بالمشردين داخليا والإصابات التي تذكر كل ثانية بالحرب من الفخامة التحدث علنيا عن بناء الجسور الآن لذلك يجب أن تكون الدرجة الأولى من العمل إعادة هؤلاء الأطفال إلى المدرسة وفي 11 من شهر أبريل زار أيضا وفد آخر مدينة مقلة يشمل على وزارة الصحة للدولة برئاسة الوزيرة ليتدسه وتم استقبالهم من قبل رئيس مكتب الصحة في تيجرايا دكتور إيمانويل هيلو وأجر الوفد زيارة إلى المراكز الصحية المدمرة في الشرق ووسط تيجرايا وكما هو الحال الآن تعمل الإدارة المؤقتة برئاسة كتاتشورادا بالتنصيق مع الحكومة الأثيوبية على تحقيق أهداف شعب تيجرايا التي يطالب بها منذ عامين كإخراج القوات الأجنبية والأزمات الإنسانية والاقتصادية ولا يزال شعب تيجرايا متمسكا بالأمل لحل كل أزماته لتحقيق العدالة والحرية والسلام الذي كان ولا يزال ينادي بها للعالم